أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن تدريب النادي الأهلي والاستعداد بالنسبة لتدريبات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية بالتأكيد مباراة مهمة جدا مباراة غزل المحلة بعد التعادل مع الزمالك في الدوري الفترة السابقة 2-2 وبالطبع خلال الساعات اللي جاية في استعداد قوي جدا لمباراة غزل المحلة في ظل بعد التعادل مع الزمالك محتاج سلاس نقاط ومحتاج تعمل فرق نقاط في الفترة الجاية في الظل كمان أنه لديه لعنده سلاس مباريات مؤجلة في الفترة اللي جاية لكن سريعا نروح إلى الزميل العزيز كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الأخبار والاستعدادات بالنسبة لمباراة تغزل المحلة والتدريب الأساسي الرئيسي هيكون بعد أقل من نصف ساعة بإذن الله مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك ولكل مشاهدين وكل جمهورنا جمهور العظيم جمهور النادي الأهلي طيب عايز أعرف منك بقى الأهل إزاي بيستعد لمباراة المحلة بالتأكيد فيه اجتماعات تمت من الجهاز الفني التحضير لمباراة المحلة السلاس نقاط المباراة الجاية بالتأكيد يا كريم كلها مباراة كؤوس يعني لا تقبل القسمة على اثنين أو فيه مساحة لإهدار أي نقاط في الفترة اللي جاية بالتأكيد طبعا زميلي محمد مرحلة دقيقة جدا في تاريخ النادي الأهلي وتحديدا مع العابة النادي الأهلي ضغط غير طبيعي الحقيقة فيها المباريات والتدريبات تعرف محمد طبعا بعد التعادل الأخير مع فريق نادي الزمالك تدريب النادي الأهلي ريكافر يوم ثم تدريب رئيسي ثم مباراة 48 ساعة بتلاقي مباراة فأمر صعب جدا الحقيقة على العابة النادي الأهلي وضغط كبير لكن محتاجين كل المجهود ومحتاجين التضحيات الكبيرة من العابة النادي الأهلي لدقة هذه المرحلة عندنا مبارات مهمة جدا سواء في بطولة الدور العام في بطولة الكاس فيمكن ده الحديث مع الكابتن ساعة عبد الحفيز والكابتن سامي أمسان القائم بعمل المدير الفني اللي اجتمع بالعابة النادي الأهلي أمس وأيضا كمان منتظرين نهاردة قبل المران يكون في اجتماع كالعادة طبعا والتأكيد على مرحلة تأكيد على المباريات أمور صعبة جدا الحقيقة وعندنا غيبات عديدة جدا محمد يعني يمكن لسه التدريب ما بدأش يواجزين التطمن من خلال التدريب لأن في عدد من كبير جدا من العابين اشتاكت من الإجهاد اشتاكت من الإصابات لو بذكرهم معاك طبعا يعني مستمرة طبعا فيه التأهيل علي لطفي ومنعم طبعا وأيضا كمان أيمن أشرف اللي لسه منتظرين نشوفه حتى دي اللحظة يكون متواجد أو لا معلول أيضا كمان بيشكي من إجهاد ينجي مستمرة فيه التأهيل حمدي فتح كمان الشعر بألام فيه الحود لسه يكون في اختبار طب لي النهاردة قبل انطلاق المران أحمد عبدالقادر كمان شعر بالإيجاد خلال المباراة الماضية فيمكن صعوبة المباراة القادمة وتحديدة للمباراة المحلة في عدد الغيابات عارفين طبعا وأكيد كل اللي هيكون متواجد اللي هيلبس شيرت النادي الآية للحيداشر اللي هيكونوا متواجدين هيقدوا طبعا كل المطلوب منه ومزيادة لكن انت عارف محمد أما العدد بيكون كبير من الإصابات انت عندك ديكة لا بد تكون الديكة فيها عدد من اللاعبين يقدر يكونوا حلول في المباراة فيارب إن شاء الله بإذن الله من خلال التدريب النهاردة نتطمن على كل اللعيبة اللي ذكرتها معاك يا محمد لأننا محتاجين كل اللعيبة كل اللعيبة الفترة اللي جاية هتقابل تلاحم كبير مباراة هتقابل احتكاكات مباراة غزل المحلة غدا هي موراة بطولة بعيدا عن ترتيبهم وبعيدا طبعا عن الخفقات طبعا بالنسبة لبطولة الدور العام أو جدل المسابقات بالنسبة للمحلة لكن مباراة النادي الأهلي بالنسبة لكل الفرق بطولة فمحتاجة مقود كبير جدا ما لعابة النادي الأهلي محتاجة مقود أيضا أكبر من الكابتن سامي قمصان القام بعمال المدير الفن اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن س notified عبدالحفيز بنأكد على هذا الأمر اللي هي مرحلة مهمة ومرحلة أكبر كمان ودورها أكبر للعيبة محمد يعني زي ما بنأكد على دور الجهاز الفني لا المرحلة اللي جاية دي دورهم أكبر دور لعابة للنادي الأهلي الجمهور بيساند وبيتواجد في المدرجات وبيقازر وبيدعم لكن المنتظرين بس لموجود أكتر من لعبة من كده مستنين الروح ومنتظرين الشخصية فيارب إن شاء الله محمد تكون الأمور طيبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي غدا في هذه المباراة مباراة المحلة تكون على استاد الأهلي والسلام فيها التسعة والنصف يارب إن شاء الله كل الأمور والمناخ والظروف تكون مع فريق النادي الأهلي ونقدر أن نتخطى هذه المباراة بثلاث نقاط عايزين نجمع نقاط الفترة اللي جاي بإذن الله عشان يكون تركزنا بقى بشكل كبير جدا في بطولة الكاس وغيرها يا رب إن شاء الله محمد تكون الأمور طيبة لفريق النادي الأهلي بإذن الله الزميل العزيزة كريم أحمد مفد قناة الأهلي واللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمتابع التدريب الفري والدخول في معسكر مولق قبل لقاء الغد شكرا جزيلا لنا لك وكل المعلومات والإضاحات الخاصة باستعداد الفري لمباراة المحلة بعد التعادل مع الزمالك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ بقى نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي وقالت إيه خلال الفترة الأخيرة